للمرة الثالثة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا تتبنى الأمم المتحدة مشروع قرار يدين موسكو الجمعية العامة للمنظمة الأممية أعلنت تمرير مشروع قرار يعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع لها مشروع القرار الذي أقر بموافقة 93 دولة لقي رفضا من 24 فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت ومع عدم الأخذ بالحسبان الدول التي امتنعت عن التصويت واعتبار أصواتها لاغية حصل القرار على أغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره والتي حصرت بين المؤيدين والمعارضين له تلك الخطوة وصفتها روسيا بالمسرحية معتبرة أن القرار يخالف واقع حقوق الإنسان على الأرض وما هو إلا محاولة من واشنطن لمواصلة سيطرتها على العلاقات الدولية وهيمنتها على العالم اليوم ليس الوقت المناسب لمثل هذه العروض المسرحية القرار ليس له علاقة بالوضع الفعلي لحقوق الإنسان على الأرض والقرار ما هو إلا محاولة من واشنطن للحفاظ على موقعها المهيم وسيطرتها ومواصلة استيلاب حقوق الإنسان والعلاقة الدولية من ناحيتها أعربت أوكرانيا عن امتنانها للقرار معتبرة أنه لا ينبغي لروسيا التي تصفها بمجرمة حرب أن يكون لها مقعد في مجلس يحمي حقوق الإنسان بينما موسكو تنتهك تلك الحقوق في أوكرانيا بحسب تعبيرها الولايات المتحدة قالت أن القرار أكثر من مجرد خطوة رمزية على اعتبار أنه يساعد في زيادة عزلة موسكو على الساحة الدولية منذ بدء هجومها على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي نائل عبداللطيف تيارتي عربي ترجمة نانسي قنقر